نذهب مرة أخرى إلى حيفا مع أحمد دراوشة أهلا بك أحمد هل تكشفت أي معلومات جديدة حول ما يقال في إسرائيل عن استشهاد يحيى السنوار حتى الآن المعطيات الرسمية لا تزال هي هي بيان أول من الجيش الإسرائيلي والشباك بعد ذلك أضاف وزير الأمن الإسرائيلي يوقف جلانت بعضا من الشرعية السياسية على إعلان الجيش ونوعا من أنواع التأكيد في تغريدة على موقع التواصل لاجتماع تويتر عندما تحدث أن إسرائيل ستصل إلى أعدائها وتقتلهم لكن حتى الآن لا تأكيد رسميا من إسرائيل باستثناء البيان اليتيم الذي صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل نحو ساعة من الآن أو أكثر بقليل وقال إن إسرائيل قتلت ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات في قطاع غزة تشتبه أن واحدا منهم هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وأنها أخذت هذا الجثمان إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوصات عليها الفحوصات التي ستجرى فحوصات DNA بداية أيضا فحوصات تتعلق بالمصباط وثالثة تتعلق بتكويم الأسنان بحسب ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية هذه الفحوصات سريعة لن تستغرق وقتا لكن الإعلان عن نجاح أو فشل عملية الاغتيال قد يتطلب مزيدا من الوقت بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية على اعتبار أن إسرائيل تريد أن تنفذ عدة إجراءات منها إعارة نشر للقوات على الأرض في قطاع غزة سحب القوات في المنطقة التي يجري الحديث عنها وهي منطقة تل السلطان في مدينة رفح أقصى جربية قطاع غزة كذلك هناك خشية في إسرائيل على مصير الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة إن عرف الآسرون بنجاح عملية الاغتيال يجري تراقب كل هذه الأمور بحث كل هذه الأمور المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عمم صورة لرئيس أركان الجيش وكذلك لرئيس جهاز الأمن العام الشباك وهما في طائرة مروحية تظهر من خلف همام من شباك هذه الطائرة المروحية منطقة سهلية قد تشير إلى قطاع غزة أو منطقة تؤدي إلى القطاع أو من القطاع من غير الواضح إن زار مسؤولون إسرائيليون رفيعوا المستوى المنطقة منطقة تل السلطان حول المعلومات المتوفرة عن العملية نفسها لم تكن هناك معلومات استخباراتية لدى الإسرائيليين عملية تمشيط عادية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع دخل الجنود الإسرائيليون إلى داخل مبنى خادوا اشتباكات هناك ثم فوجئوا أن من بين الأشخاص الذين يخضون اشتباكات معهم بحسب الاشتباه الأولي هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار طريقة الاشتباكات ليست واضحة حتى الآن هناك تضارب الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تقييدات حول النشر حول هذا الموضوع من جهة هناك من يقول اشتباكات وتبادل لإطلاق النار من جهة من يقول هناك بعد الاشتباكات أطلق الجيش الإسرائيلي كنبلة يدوية باحتجاه الشخص الذي يشتبه بأنه يحيى السنوار ما أدى في نهاية المطاف إلى مقتل واستشهاد هذا الشخص لكن حتى الآن لا تأكيد رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي الصور الواردة تظهر أن الشخص المعني كان يرتدي زيا عسكريا كان جاهزا لخوض اشتباكات لم يكن محاطا بمحتجزين إسرائيليين بأسرى ومحتجزين إسرائيليين بخلاف ما كانت تروج له إسرائيل فوق الأرض وليس في أنفاق صحيقة تحت الأرض كما كانت تروج إسرائيل طوال الوقت في بياناتها وفي أحاديثها الرسمية كل ما جرى خلال الساعتين الأخيرتين أو منذ اللحظة الأولى التي أبلغ فيها عن عمليات خاصة للجيش الإسرائيلي لجيش الاحتلال في منطقة رفح مناف لكل ما كانت تروج له إسرائيل خلال الأشهر الماضية رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت في بيان مقتضب أن نتنياهو طلب من سكرتيره العسكري مخاطبة عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين وإبلاغهم أنه لم يكن هناك أي مختطفين إسرائيليين في مكان العملية في مكان الاشتباكات دون أن يشير البيان الرسمي الإسرائيلي إلى يحيى الصنوار بالأسم الشخصيتان اللتان كانتا إلى جانب الصنوار مجهولتان حتى الآن من غير الواضح أن كان من بينهما ما أشار إليه أيضا الزميل باس الخلف محمد الصنوار شقيق يحيى الصنوار لأنه بحسب ما نوكش في إسرائيل بحسب ما كشف عنه خلال الفترة الماضية في إسرائيل فإن الصنوار يتحرك دائما بمعية شقيقه محمد هذا أولا ثانيا كان هناك إدعاءات إسرائيلية أن الصنوار يحيط نفسه دائما بالديناميت وأنه في أي لحظة ستقترب منه القوات الإسرائيلية سيفجر نفسه سيفجر الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين من حوله طبعا هذا الأمر لم يحدث في حال صحة هذا الأمر وهذه قد تكون إشارة إلى أن إسرائيل لم تتمكن خلال العام الأخير من معرفة معلومات تتعلق بتحركات يحيى الصنوار في قطاع غزة باستثناء الصورة اليتيمة التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وتظهر أو مقطع فيديو قصير يظهر انتقال يحيى الصنوار وزوجته وابنه بحسب ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من نفق إلى آخر أسفل منطقة خان يونس كانت التقديرات في إسرائيل أن المعارك الضارية تدور فوق الأرض في منطقة خان يونس أن الجيش الإسرائيلي ينتشر بشكل واسع في خان يونس بينما كان يحيى الصنوار تحت الجنود الإسرائيليين يدير المعركة هذه التقديرات سمعناها كثيرا في إسرائيل خلال الفترة الماضية لكن يبدو أن الصورة الحالية أو ما حرف خلال الفترة الأخيرة يناقض كل ما كانت تروج له إسرائيل خلال الفترة الماضية ولو كانت إسرائيل تعتقد أن يحيى الصنوار موجود في تلك المنطقة لكانت أرسلت قوات خاصة الحديث ليس عن قوات نخبة في الجيش الإسرائيلي على الأقل هذا ما يجري الحديث عنه حتى الآن يحيى طيب أحمد الحديث يدور الآن عن إعلان رفع حالة التأهب في داخل سجون الاحتلال هل هذا تحسبا لأي مواجهات أو ربما مظاهرات من الأسرة داخل سجون الاحتلال خاصة أنه كما تعلم السنوار قضى سنوات عديدة داخل سجون الاحتلال بالفعل إسرائيل تخشى هذا الأمر مصلحة السجون الإسرائيلية تعقد مشاورات أمنية فتتخذ عدة ترتيبات أو إجراءات أو حتى اعتداءات إن صحها التعبير على الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خشية من أي عمليات عسيان أو تمرد أو عمليات ضد السجانين الإسرائيليين في هذه السجون لكن هذه طبعا من ضمن الإجراءات التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفوت فرصة من أجل التنكيل بالأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لم يبلغ حتى الآن عن إجراءات استثنائية للجيش الإسرائيلي هذا أولا لكن خلال الأيام الماضية بسبب بعيد العرش اليهودي كان هناك انتشار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتقديرات أوردتها هيئة البفء الرسمية الليلة الماضية تشير إلى وجود أكثر من عشرين كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فعلى أرض الواقع انتشار الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال كبير جدا في كل مناطق الضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية كذلك حالة الاستنفار مرتفعة في مدينة القدس عدد كبير من الجيش الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية كذلك منطقة قطاع غزة فيها انتشار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفي غلافة قطاع غزة تبقى إعلان حالة الاستنفار طبعا في مصلحة السجون الإسرائيلية وداخل الخط الأخضر من قبل الشرطة الإسرائيلية وهي عالة أمور إجرائية روتينية يجري الإعلان عنها عند أي عمليات فقيلة بهذا الحجم حتى عمليات أقل من هذا الحجم كان يعلن فيها عن إجراءات استباقية أو احتياطية تحسبية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى الآن لا تأكيد رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي الآن تنشر وسائل إعلام إسرائيلية صورا لجنود إسرائيليين من تلك المنطقة منطقة تل السلطان في رفح التي دارت فيها معارك دارية ولم يكن أحد يتخيل أن المعارك التي تدور في هذه المنطقة منطقة تل السلطان يشارك فيها بشكل فعلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أمور كثيرة سيجري طرحة خلال الفترة المقبلة ربما كثير من الأمور سيجري الكشف عنها سواء من قبل حركة حماس خصوصا أنه قليلين قلة قليلة أحيانا بحسر تقديرات إسرائيلية أقل من أصابع اليد الواحدة كانت تعرف كيف يتصرف يحيى السنوار ولم تصل إليه إسرائيل بناء على معلومات استخباراتية هذه نقطة مهمة إنما بناء على صدفة بحسب ما تنشر وسائل إعلام إسرائيلية لم تتمكن استخبارات إسرائيل من الوصول إلى يحيى السنوار لم تتمكن استخبارات إسرائيل من اختراق هذه الدائرة المقربة المحيطة بيحيى السنوار أو اختراق دائرة الاتصالات التي كانت يتواصل عبرها مع قيادات حركة حماس ومن ثم مع الوسطاء والوصول إلى يحيى السنوار إنما وصلت إليه عن طريق الصدفة كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية هذا يشير خصوصا على ضوء الاختراقات في جبهات أخرى إلى التحسبات الأملية وإلى العقلية الأملية التي كانت تدار بها أو كان يدير بها يحيى السنوار المعركة في قطاع غزة والتي ضللت إسرائيل في بداية هذه الحرب وقبل هذه الحرب وبعد ذلك على مدى عام كامل لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليها الآن تروج إسرائيل تروج وسائل الإعلام الرسمية في إسرائيل إلى اغتيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دون أن يصدر أي إعلان رسمي من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أو المستوى السياسي لإسرائيله يحيى أشكرك جزيلا أحمد دروشي